السلام عليكم يا شباب ازايكم عاملين ايه النهاردة هنتمرن تمرينة انا يعني عن جد بحبها كتير يعني بحب التمرينة دي جدا تمرينة الكتف بس قبل ما ابدأ اقول التمرينة عضلة الكتف دي مش عايز اوزان خالص ما تشلهاش اوزان ده اللحة اديها عدات اديها اداء صحيح اديها انقفاض وانبساط انما تيجي تديها اوزان هتديك اصابات اديها اوزان تديك اصابات ركزوا معايا اللي عايز كتفه يبقى فيه كرفات كده يعني تحس ايه كل حاجة جاء ماشى مع بعضها كده يتابع التمرينة دي وما ابدأ ان كده الوازن ان انا مش هقدر اجيب بيه عشر عدات يبقى ده مش بتاعي ومش هلعبه يلا متستكفش متقلش كفاية متقلش خلاص الجاي احسن ليفت واحسن اللي انت عايشه دلوقتي مبدئيا كده تمرينة الكتف بالزات بحب اسخن له على الاقل ربع ساعة ازاي بقى عشرين 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 عشرة وهعيد تاني اربع ما جميع على طول يعني بس انا عشان ما وقتكوا يعني انا هعيد دلوقتي التمرينة العبتها دي تاني عشرين 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 كده برضو يعني كده اول دور عامة في اي تمرين اللي بيحصل بلعب عدد كتير جدا وبذات الكتف ماشي بحب اركز في اول حركة على الجانبي والامامي مع بعض ازاي بلعب من عشرين لتلاتين عدد جانبي كده عشرة بس انتوا هاتوا اكتر هاتوا عشرين تلاتين بص شبابا نشان كان نشان اتنين كيلو وبعد كده بلعب امامي بالشكل ده الزنبل بيبقى هنا وبطلع كده من عشرين لتلاتين بعد كده بطلع التدريجي في الاوزان لحد بقى ما هصور لكو رابع مجموعة ده اخر دور يا طرى بقى اخر دور اتقل وزن نشان في كامل نشاركي يال عشرة جانبي وعشرة امامي الناس اللي بتسأل حزام الظهر ده بلقبسو كتير لبص الشباب هزام الظهر ده العوج في ثلاث تمارين تمارين الظهر تمارين الكتف تمارين الرجل بيدني ثبات ولو شلت اوزان تقيلة بيعامك ساببورت لان انا عندي مشاكل كبيرة جدا في القطناية وفي الظهر للأسف الشديد لو مش لابس هذا الحزام ده فعلا مش قدرة مرة ثاني تمارين بار بالزجزاج هنشيل وزن متوسط مش تقيل او خفيف بس هنضغط على نفسنا في ايه بقى في ان احنا هنقلل مدة الراحة بحيس يبقى فيه استرس دايما على ايه على الكتف وفي نفس الوقت ما شناش وزن تقيل دلوقتي هنلعب تمارين انا بصراحة مش بلعبه كتير يعني لان اي حركة حرة بوزن يعتبر تقيل لان التمرين ده اا يعني مش هينفع تلعبه مسلا ايه لو انت مستوعك متقدم مش هينفع مستلعبه بعشرة اخمانستاشر لا بطبع محتاج تزود وزني شوية عشان ايه تحس بالعضلة فيه اا طريقتين طريقة انك الوراج دي تميلها شوية كده درجة هتشغل معها كتف امامي اكتر اا او تخليها مستقيمة زي ما انا بلعب كده عشان تشغل كتف الجانبي معها بصورة كبيرة الوزن ما اعتبرش تقيل بس طلعت الوزن نفسها صعبة بصوا انا بطلع بالوزن ازاي ضمبل ع رجبتي من اا من وراء التاني اوه بمسك الضمبل ورجع رجل الوراء وخليها يتديني دفع كده اوه والتانية برضو ايه نفس الشكل خلاص زبط نفسي ابدأ العباء اوه 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 ونزلو مع رجل الاتنين دي تمانية كيلو التمرير اللي هنالعبها دي الحركة اللي هنالعبها دي هنخش الاربع ما جميع وراء بعض بنفس الطريقة الفيديو دي مش هتعمله كت اوه 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 اشتركوا في القناة 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 للفشل العضلي حاول توصل للاجهاد العضلي في كل مجموعة انت بتلعب تمرين صحب الامامي بالبارز زجزاج واسع بيشغل الجانبية مع الامامية مع الترباس انا للاسف مدى حركة معين ما ينفعش اتعداه لان انا عندي تيبط يعني العضلات ما بتخلينيش اقدر ارفع ايدي قوي فده اخر في التمرين يعني اسعوا Haaa haaa اقف اقف كه Cerda ناشرف قوائسين جدا اخر اه تمرينة بلعبها في الكتف الامامي والجانبي بحب اشغل للزاويتين زي ما زي ما عملت اول حركة اول حركة شغلت الجانبي وشغلت الامامي. اخر حركة برضو بشغل الجانبي والامامي. بعد كده بقى خلفية الكتف وبعد اذنكم العبوا خلفية الكتف بالطريقة اللي انا هقولها لكم دي. نيجي بقى عند خلفية الكتف العضرة الصغيرة المظلومة. ولو عايزين تعرفها مظلومة ليه? والعضرة دي بتزيد ازاي? هتلاقوا الفيديو فوق كده عند حرف القوي. اول دور في خلفية الكتف بلعبه القاتي. الستين عادة بدراعي فاضي ومش قادر. اخر مجموعة لخلفية الكتف بحشيل فيها ضم بالعشرة. وده يعتبر اتقل وزن انا ممكن اشيله في حياتي في العضلة دي. في التمرين ده بالزيت. نركز بقى مع بعض. دوم بسيطة. دروب. ناولي الضمبر. اربعة. معانا اخر الحركة. بصر شباب الترباز بلعبه بطريقتين. اول طريقة ان انا جيبت اكرار. اه بوزن معتدل وتقيل. وتاني تمرينة ان انا شيل وزن تقيل جدا بالبار وعادي بيه عدات قليلة. بس للاسف انا عندي اصابات في القطنية. فالاوزان التقيلة على طول بتتعبني. بس على فكرة الترباز. عشان يفصل لو انتم واخدين بالكم الترباز فاصل عن الكتف. تحسوا ان هو جزئين. مش عارف يعني. بقى هنا مصطفى? طيب شوف كده من ناحية تانية. ها? باين ان في يعني باين ان في فاصل ما بين الكتف والترباز? طيب. يستحسن? بما ان انا بقى هلعب بوزن خفيف. بص ان هلعب ازاي? ركزوا معي. هطلع الاخر خالص. وانزل نسعد. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. اتنين. اه. 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 حلو بامت كتف? يا. لقد والله? امامي. يعني امامي مع الجانبي مع الخلفي مع الترباز. ماشي. استنوا اخر دور. اخر مجموعة هنلعبها بنفس اداء اول مجموعة. الوزن هو مش تقيل. بس لازم تراعي انك تلعب بالاداء المزبوط. ما ده ما هو مش تقيل بقى يبقى لعب الاداء على مزاجك. لو هلعب بالبار بقى وهشيل اوزان تقيلة فانا بطلع وبانزل عادي. انه ببص الاداء ده. مابنزلش الاخر مابنزلش كده. محكومة. ممكن بعد اذنكو تدوسوا لايك للفيديو. يعني اللي مدس يدوس لايك. دوس لايك. والله لا تساووا سابسكرايب. والله ساووا سابسكرايب. وفعله الجرز. وفعل الجرز اللي كي يصلك كل جديد. هديك شوفتوا يا جماعة الكتف فعلا اتفرتك. اتفرتك الكتف بدون اصابات. ماشي. اه عجبك الفيديو لايك وشير. ما تنسوش شتركوا في القناة واتفعل الجرز. واي حد اسمارة معي اونلاين. بقعت لي اصابة فيسبوك او او اقاموا في الانستجرام. كان معكم يا عادل. السلام عليكم. كتف حلو? جامد. جامد. الانبيات حلوة? خلفيات حلوة? جامبيات حلوة؟ ماشي.